بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب إله نايا وشفیع ذنوب نايا وطبیب قلوب نايا أبل غاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعسومین المكرمین قال الله الحكیم في القرآن الكریم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ صلاة for the last several weeks we are benefiting from the wisdom and the chikmat of Imam Raza up to this point that Imam Raza says the best knowledge the best understanding is to know ourself is to know the person hisself herself and it was our question for this Friday brothers and sisters when we evaluate the majors the knowledge some people when they evaluate a major or a knowledge for example their standard may be the income which knowledge is the best to gain the one which we will have higher salary in future more income in future okay some people are interested in some major of knowledge that they can have a better body a stronger body for example some people they are interested in financial aspects for example it is our question brothers and sisters why Imam Raza says the best knowledge the best understanding is to know yourself please take your time five minutes make a group of five six and discuss and discuss and then inshallah share your answer with other brothers and sisters please recite as salawat Allah salli ala muhammad wa alayh muhammad aijjel aijel 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 ترجمة نانسي قنقر 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 خدا خیرتون بده ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 أنت لا تستطيع قواتك انتظار ما شاء الله إذا لا تستطيع الوحيدة لا تستطيع الوحيدة لا تستطيع الوحيدة ونصر إلى اللحظة ما شاء الله شاء الله سيدة شاء الله أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 它 تكون لديها ونحن لدعم Bam إنه راو مغرفوع إذا كنت لا تعرف POTENTIAL ثم نتعلق لدينا حافة حرب سنظر إلى نفس للبعال سنظر إلى نوم يتقوم بضياءن المتحدث عن الوقت من القانون اخرى فارغانات لامره ودحن في بعض الوقت تحبن يجب ان نناره لى شيء اخرى او ب ب أو ب مشاهده ايه 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 ما يشارك و ما يشارك ايه 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 م pine ايه 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 ا мног إذا كان لديك إضافة أخرى و إذا كان لديك أي شيء في كل شيء هل تستطيع لديك إضافة أخرى من خلالك؟ وقاله نعم، بالطبع نعم وقاله نعم، هذا هو المعرفة النفس من هو رو؟ الشخص الذي يعرفه نفسه هو رو، ليس فقط رو، بالطبع أخرى من رو هو خليفة الله يا شخص، هذا هو الوقت أن تجب عليك أن تجب عليك ثلاثة أخرى سؤال سؤال الأول سؤال الأول أين تأتي؟ ماذا يعني؟ أين تأتي؟ أين تأتي؟ أين تأتي؟ سؤال الأول جدا أين تكون فيخال؟ أين تأتي؟ ؟ سؤال زمادت غير م occas وهذا الأول س grown성 ؟ ؟؟؟ porque أين تأتي؟ تأتي؟ и لذلك؟ أين تأتي؟ إن أن ندف lem Shot ماذا كتغوري أنت؟ اتمنى أنت؟ هل أنت في كتغوري خليفة الله؟ قرآن الله سبحانه وتعالى يقول لقد قرأت كل مصنعات لك سيهة، 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 أرض، ملكيوه كل منهاها لك هذا هو مهمتك هذا هو مهمة هذا هو مهمة جدا إذا لم تكن لديك اقتصاعدة لك أول سؤالك، أنت لا تقوم بحقًا بحقًا، براغًا والسلام. لكي تفهم، 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 تفهم أن تكون خليفة الله. إمام جواد صلى الله عليه الصلاة والسلام، ويسلت البحث وخارج في السابق راان. وعشان عيد، وحدت شعود منبطه بالإمكان في روح، في صلى الله عليه الصلاة والسلام الحب في sesي قد يحمل الوطن، والأول، والأول، بمثال، انتظارين لزوجه دائما، حقط،.. والأول، والأول، ورحاول عاد بحقًا، معنى الإمام الجواد وما كان هناك وكان إلى الإمام الجواد وما كانوا في حقا وهادئ المموضوع كان لديه مرحبا مرحبا كان لديه مرحبا مرحبا كانت أمام الجواد قالت هناك مجرد هنا وليس لديه من المرحلة من المرحلة من المنظرين لماذا لم تترى إلى المنزل؟ ما كانت تترى؟ هل تعرف؟ لماذا لم تترى؟ لماذا لم تترى؟ لماذا لم تترى؟ ثم قالت ماذا لم تترى؟ مجرد يجب أن تترى؟ قالت هناك من المكان لديك من المكان لديك من المكان بسم الله امام جواد صلاة والسلام برادرس و برادرس و برادرس و برادرس لديه خليفة الله ولكن بعض الناس لا لديك من المقام عندهم رجعه مجرد و عملة عندهم رجعه اهمو انتقلوا انتقلوا انه تمام نعم نعم ولست ليس نعم لكنه لا يعني أنه أفضل من أسنوه ربما يوجد الكثير من المسيحات الكثير من المشيحات أنك أفضل من أسنوه هذا هو الم意味ة من خليفة الله هذا هو الم意味ة من معرفة النفس هذا هو ما يحتاجه هذا هو المرحة أنك لا تكون أفضل من أحد هل تؤمن ذلك؟ أنك لا تكون أفضل من أحد دعني أخبرك أن أخبرك أخبرك أن أخبرك هناك شخص في العربية المسيحة نسمىه ساقاكي ساقاكي برعاليس ورسالة كانت أفضل عملية كانت عملية وعملية وعملية عملية وفضل عملية وفضل عملية وفضل عملية سأذهب إلى المنزل مع المنزل 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 كيف يمكنني أن أساعدك؟ لقد سألت العربية للمنزل من المنزل وقد قال إنه قليلا لك لكي أتمنى إنه قليلا لك إنه قليلا لك لكي أتمنى وقد كان مجرد إذا أتمنى وقد قلت إنه قرآن أتمنى إنه قلقني إنه قلقني إنه قلقني إنه قلقني إنه قلقني إنه قلقه مورشه نمل إنه قليلا لك and is trying to take this piece of the bread into his house and at the entrance of the nest or house this piece of bread fell down and this ant comes down again for the second time takes the bread for the third time fourth time up to 40 times up to 40 times the end came down and took the bread again finally the end was successful and then Sakaki told his self look this is it we don't consider it as a creation Oh Sakaki you are Khalifatullah how powerful you are how and talent you have and he started now in Hosea ilmiya still to love they are learning from Sakaki brothers and sisters this is the meaning of Khalifatullah so this is the first answer brothers and sisters we are Khalifatullah then if you believe in this that you can do everything and your value your talents are not lower than anybody else then you have the matter for two naps you have the best knowledge the most beneficial knowledge this is the first question and the answer the second the second as Kujo Amadam Am Amadam Bahar Chibut Rumi says the second question is that what is pay attention what is the purpose of my life here why I came here why Allah subhanahu wa ta'ala brought us here in this earth in this world what is our duty brothers and sisters that is very key question all the difficulty that you see in the modern era is because millions of of people they don't have a correct answer for this question don't think about their job about their business about their degree for example no they didn't find this is the best knowledge they don't have you know that nobody in every 40 seconds there is a suicide every 40 seconds why because of the poverty no because of the lack of knowledge no because of the lack of the medicines no because of the lack of the of the correct answer to this question what is my duty here what is the purpose of my life here all the difficulty all the casualties all the problem all the divorce or the family problems are because of this answer they have no patience because they have no patience because they have the wrong answer the wrong purpose they live for the luxury for example their purpose is the convenience of this materialistic life and materialistic body of course when the person they they do when the person does not have convenience for or his materialistic life or his materialistic life he will be upset he will get the depression and he will go to the suicide all the mistakes brothers and sisters all the sins come from hubbud dunya wrong answer what is my purpose here you know socrates you know socrates socrates he passed away 400 before christ almost 2400 ago he was the one who established philosophy in the world for the first time and you know and you know because of his opinion his right opinion the current government at that time released the hook and the the court announced him to be killed because of his opinion his opinion was against the government at that time this is the important point brothers and sisters how we benefit from socrates he is in the jail and the court finalized and announced that his punishment is to be killed his student a fellow tune in english they call him plateau plateau pilato came to him and he said i made an arrangement with the court with the government and if you do tobe repent if you reject your idea and announce to public that i made a mistake and the current opinion of the government is true then they will release you أنا أستطيع هذا بإمكانكم يا أخوة والأخوة ثم ستعود إلى المنزل ستبقى للمنزلات اليوم ستبقى بمعارضة كم جميلة 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 ونحن أيضا ستعلم منكم يا أخوة والأخوة هذه هي المساعدة فمفرصاً Socrates سوكرة شكراً وقال شكراً بإمكانكم أتبقى أتبقى من حقيقة من أجل أنر أنت لتعلم دائماً هذه الحياة تريدون أن أتبقى من حقيقة هل تريد أن أقل على نفسك؟ لأن نفسك هو نفسك نفسك هو نفسك الله سبحانه وتعالى هذا ليس نفسك هذا معرفة النفس بلاتو مهمت ومعرفة 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 والتعالى هل يجب أن يتزال هل تضع من شوكران شوكران كان من أولا تضع من أطلق المفضل المعرفة مزعوية هذا المعرفة كان لدى جدا في طرق حتى يتزال ومعرفة القلب والأسلالي 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 لا يمكن أن تعمل فهل تضع شوكران and then step and walk few steps in the present and then lie down with a smile he said bye to his family and his students brothers and sisters this is the lesson means what is our purpose of living here if our purpose of living here brothers and sisters is to try to live longer with any value if if i want to try long longer and i have to reject the truth which one do you choose if the purpose is your materialistic life you will reject the truth who lie the person who has the wrong answer to ma'rifatun nafs now the judge brothers and sisters that judge who released the hokm of the idam and killing of socrates he died too and the socrates is died too both of them which one is alive allah subhanahu wa ta'ala says in quran oh mu'minin accept the commands of allah subhanahu in order to leave if you follow the religion if you follow the command of allah subhanahu wa ta'ala hayat living is in the right path not in the wrong path this important questions and answer will be continued inshaallah in our next session in next friday since tonight belongs to hazrat ruqayya salavatullahi alayha let us spend the few minutes of the time to hazrat ruqayya salavatullahi alayha hazrat ruqayya brothers sisters lived almost three years but hazrat ruqayya has a very high level of importance and dignity especially for imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam i know a lot of miracle and keramat of hazrat ruqayya salavatullahi alayha that i wanted to mention here but last night i mentioned one important miracle of hazrat ruqayya salavatullahi alayhi from sheikh abbas qummi rahmatullahi alayhi i would like to narrate that important story for you you know who is sheikh abbas qummi right the one who wrote mafati ul janan you you study mafati ul janan mashallah and also sheikh abbas qummi rahmatullahi alayhi wrote many other books sheikh abbas qummi also wrote two books of montahal amal and one of them mostly belongs to imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam and the history of karabala sheikh abbas qummi rahmatullahi alayhi says i got the throat cancer and couldn't speak to any doctor that i referred they said we cannot do it at that time if there wasn't any solution for that i don't know right now there is or not and the only solution is to be silent sheikh abbas qummi rahmatullahi alayhi if you want to turn off the lights the rose and the musibah of hazrat ruqayya salavatullahi alayhi is very important brothers and sisters alhamdulillah you are invited by his by her father imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam any hajat any desire that you have ask from hazrat ruqayya salavatullahi alayhi atunaid i came to my home on hope from the doctors and i recited ziyarat a ashura in my memory and then i made munajat with imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam and said imam hussein alayhi as-salam and said i am your servant shaykh abbas qummi ya abba abdillah your followers shiayyan they expect from me to recite roseh how can i go with on minbar with this sickness i slipped and i had a dream in my dream i saw imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam and i mentioned my hajat to imam hussein alayhi as-salatu wa s-salam he point one seyyid at the door and told me go to that seyyid and ask him to recite the roseh has rati rogai s-salatullahu alayhi in shallah you will be cured and that seyyid was seyyid mustafa teba tabaii the family of shaykh abbas i went to seyyid mustafa teba أباية، فهي بدأت بذلك روزة حضرت رقية لأي وفي الوقت المتعامة، كنت أشعر بشكل مفتح حتى لو كانت مجلسة، كنت أشعر بشكل مفتح وإن كانت مجلسة لأنهم أشعر بشكل مفتح وعندما أشعر بشكل مفتح، أشعر بشكل مفتح تستمرد كنت أشعر بشكل مفتح وأنت لدى فهي المفتح لأخي، أجول صاحب برد و تساعدت الناس كبيرة المفتح، دقية، مهمة، مسئر بسبب هو مباشرة للإمام حسين صلى الله عليه الصلاة والصلاة المسيبة 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 و المسيبة المسيبة التي هذه 3 عامة الوصفة المسيبة الله أكبر في واحد عشرة لا يستخدم 18 عائلها المسيبة 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 المباشرة المسيبة لن نلتعلم قبل أن نيبه قرارة رخيه صلى الله عليه الصلاة الحمد لله عندما يخلقوا بمجلس أخيراً أخيراً ورأسانين نحن نشعر بشكل أهل البيت صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليك يا بنت الحسن السلام عليك يا رقاية الشهيد السلام عليك يا مظلومة حقها يا بنت الحسن يا رقاية يا صاحب الزمان we want to enter into the remembrance of your dear aunt our hearts are covered in sins forgive us, ask Allah to forgive us show us ya صاحب الزمان the way Imam Hussain عليه السلام on the day of Ashura he was coming back from the death of his brother al-abaz alayhissalam he called out is there anyone who will come to the aid of the haram of Rasulullah is there any believer in Allah who will fear Allah and help us is there any helper who will come back to Allah by helping us no one heard the cry of Imam Hussain nobody came Imam Hussain al-abadin alayhissalam started to crawl out from his bed he was so ill he couldn't walk he tried to crawl to his father la-baik ya abhi I'm coming my father Imam Hussain alayhissalam Imam Hussain al-abadin alayhissalam he called out YMU'M jeid ya Zaynab put this youth down don't let him come forward if he comes forward they will cut off alim haimmad Imam Hussain al-abadin alayhissalam Imam Hussain al-abadin alayhissalam he called out to his daughters ay ya Sucayna Ya Umm al-Qalthoom ya Fati'niah ya Ruqayyah your father wants to see you ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع